في السابع من أغسطس الماضي ووسط نشاط سوق الانتقالات السعودية برز اسم النجم المصري محمد صلاح كمطلب لنادي الاتحاد السعودي صحيفة الرياضية السعودية كتبت بأن النادي الجداوي قدم عرضاً بمبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين إضافة إلى 60 مليون جنيه السرين لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي الضجة التي فجرها الخبر دعت وكيل أعمال صلاح رامي عباس للرد عبر تطبيق تويتر سابقاً بأن صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول وأضافة لو فكرنا في مغادرة النادي هذا العام لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي بعدها بـ 17 يوماً خرجت شبكة ذا أثلتك الأمريكية الشهيرة وكشفت بأن نادي الاتحاد عاد ودخل بقوة في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الإنجليزية من أجل التعاقد مع النجم المصري بعدها بيوم وخلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة نيو كاسل بالدور الإنجليزي نفى المدرب الألماني يورغين كلوب ما يشاع عن إمكانية رحيل نجمه صلاح عن ليفربول قائلاً إنها قصة من وحي خيال الإعلام في التاسع والعشرين من أغسطس دايلي ميل بريطانيا أثارت التكاهنات بعنوانها ليفربول يستهدف جواو فليكس كبديل لصلاح مطلع سبتمبر خرجت تقارير صحفية إنجليزية تؤكد رفض ليفركول العرض الضخم المقدم لصلاح لكنها نوهت إلى أن سوق الانتقالات السعودية ما زال مفتوحاً حتى السابع من سبتمبر ما يعني أن هناك وقتاً للأخذ والرد صحيفة ميرور البريطانيا نشرت عنواناً فرعياً اليوم في صفحتها الخارجية قالت فيه إن كلوب موافق على انتقال صلاح محتوى الخبر كانت تكاهنات وتحليلات صحفية استوحيت من ردود أفعال المدرب الألماني بل وفي مقال آخر كتبت الصحيفة الإنجليزية ليفربول يواجه معركة للاحتفاظ بصلاح أما صلاح الذي سجل اليوم أمام أستونفيلة لم يعلق على الأمر منذ بداية القصة هدى زيندين العربية